تعرف والله تأكيداً على فكرة إنه المسألة من شدة وضوحها تحيرك عارف حتى الراجل اللجنة القضائية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية التلاتة ليست واحدة ولا أستيني بل ثلاثة محضر اجتماع الجمعية العمومية الجلسة الثانية اللي بيتكلموا فيها حتى دي اللي كانوا عايزين 25% فيها عارفيني إنه ده محضر الجلسة ده محضر الاجتماع ونصوص بنود جدوى الاجتماع عارفين مكتوب في الآخر إيه؟ بص وعليه أعلن عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للميزانية بقى ويفوض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية في باقي بنود جدوى الأعمال مع عدم بنود انتخاب مجلس الإدارة واعتماد فوز منصب نائب الرئيس بالتزكية ليه؟ النص اللي جاي هو اللي حسب نظر اللي توافر النصاب القانوني خلال التصويت عليه طيب ما ده اللي بقوله لك يا أستاذ إبراهيم هم اعتمدوا بص بقى ده كلام معناه إن اعتمدوا اللي مضيين اللجنة القضائية السيد المستشار أحمد لطفي عبد الرحيم حسن السيد المستشار أسامة عبد العزيز تاج الدين رئيس مجلس إدارة النادي كابتن محمود الخطيب المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي ثم اللجنة العليا المشكلة من المديرية الدكتور سيد حزين الأستاذ أيمن طاهر وكيل المديرية والأستاذ رأفة رشاد مدير إدارة الهيئات الرياضية مش دول بس ما أنا بقول لكم ده كله مضي بنفسه مضي بألمه ألم أزرق والله لأنه كمال حتى السيدة أعضاء اللجنة الأولمبية اللي كانوا حاضرين السيد المستشار محمد محمد صلاح والسيد المستشار حسام الدين ده بالنسبة لجنة القضائية حسام الدين حسن عوض وسيد المستشار إسماعيل محمود إسماعيل ثم السيد الأستاذ أحمد محمد أسعد مدير المكتب الفني باللجنة الأولمبية والسيد الأستاذ أحمد سعيد درويش عضو المكتب الفني لللجنة الأولمبية والسيد الأستاذ أحمد عبد العليم عبد الصمد عضو المكتب الفني لللجنة الأولمبية أعضاء اللجنة الأولمبية الحاضرين موقعين بإمضتهم هتشوفوها تاني على الشاشة موقعين تاني على الفوز بالتزكية على الفوز بالتزكية بعد أن تأكد حصوله على النصاب القانوني في الاجتماع مش فاهم الحقيقة طب إيه استندت اللجنة الأولمبية في عدم الاعتماد على إيه يعني يا لجنة أولمبية يا أستاذ حطب أعضاء لجنتك حضرين وموقعين على ده أعضاء اللجنة الإدارية يا دكتور أشرف صبحي مسؤول اللجنة الإدارية حضرين وموقعين الدكتور أشرف صبحي اللجنة القضائية وزير الشباب بالأمثله تصريح أنه يساند النادي الأهلي في إجراءاته القانونية في إجراءاته القانونية في سعيه إلى إثبات حقه أو حق النائب بتاعه في اعتماد النتيجة بنجاحه الفكرة هي لا يجب قصرها على أنه ده حق للعمر فارول أستاذ العمر فارول نحن بنتكلم هذا حق للجمعية العمومية بالضبط هذا حق هذا احترام له كل عضو للنادي هو أين كان يطلع اسمه مين آه مش ده بوضوع الجمعية العمومية بالأغلبية الكاسحة بنسبة 94% وكاس قالت عزين الراجل اللي هو محدش يترشح قدامه ده ده هو الوحيد اللي تعمل عليه ها تصويت ضد الإجراءات ها يعني إيه طب الصوت وانت لما بتقول أوكي قدام اللصدر العمري فاروق ليه عشان الإجراءات عايزة 15% لا حندي لك 95% ده يا جماعة دفاعا الحق الجمعية العمومية وعشان أبرهن لكو النادي الآلي قد إيه بيحترم الجمعية العمومية ويحترم مبدأ الجمعيات العمومية عمتا فاكريني المهندس عدلي لما حكى وقع شوفوا النادي الآلي بينظر بتقدير وقيمة واحترام وإجلال لحق الجمعية العمومية على فكرة كان الأمر يخص نادي الزمالك كان المهندس عدلي حكى كابتن صالح سليم عليه رحمة الله وهو يرأس اجتماع لمجلس إدارة النادي الآلي مجلس إدارة نادي الزمالك تم حله وهو مجلس منتخب من جمعية العمومية وكان الأمر بسبب مباراة الآل والزمالك اللي انسحب منها الزمالك فتم حل مجلس إدارة الزمالك إيه اللي حصل للنادي الآلي اللي حصل لكابتن صالح أما صدر القرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك كان مستشار جلال إبراهيم على رحمة الله لا دكتور كمال درويش هو جيد دكتور كمال اتعاين الى دكتور كمال بس نتحل المستشار جلال فكابتن صالح قال احنا مش موافقين ان المجالس ادارات الاندية اللي جاءت بالانتخاب تتحل بقرار جهة حتى لو كانت وزير فده اعتداء فاحنا عايزين نطلع او ناخد قرار برفض حل مجلس دارة نادي زمالك اه وابتدوا يكتبوا في الصيغة رفض انتقاص حق الجمعية الرموية لنادي زمالك اه ابتدوا يكتبوا في الصيغة البيانة اللي حاضر من نادي الآن فطبعا كل الصيغات فيها يعني مسألة دقيقة ودفاعنا عن حق الجمالية فبصلي الاستاذ ابراهيم المعلم هاللي مش عامل لي صحفيه اتبا مش بتشاركنا ليه في الصيغة فبصتلي كابت الصالح وطوله ممكن اقول رأيه انا موجود بصفة يمدير النادي مش من حق اخوضوا المناقشات انا امين سر المجلس قلت له انا رأيي ان ده مش دور النادي الاهلي ان يرفض او يقبل شئ شأن يخص نادي زمالك تم قبوله بالفعل في نادي الزمالك لان دلوقتي في مجلس ادارة جديد مجلس ادارة بدأ يعمل لو احنا رفضنا لكن احنا بنصدر مشكلة لهذا المجلس ايوه فابتدوا حينخشوني فكرت وصالح للب لأستنوا في وجهة نظر فكروا في الموضوع ده ايوه انه يطلع حد يقولك انتمالك انا كملت بقى قلت له انت كان حضرتك الدكتور الجنزوري بيسعى انه عايز اعدل القوانين واللواح وبتاع ما نعمل مذكرة برأينا ده ان احنا مش عايزين الجهة الادرائية تبقى تملك حق الحل انما تعيد الامور الى الجامعات العموية تاخد قرارها الا في مخالفات مالية دي حق اصيل لأي جهة يعني وده اللي حصل كلفه المستشار محمود فامي باعداد المذكرة وبعد كده يعني طبعا حدث ليه علاقة بالدكتور جنزوري نفسه وعدم تواجده وماكملش الموضوع يعني لكن ده كان مقف ان النادي الآلي النادي يدافع عن الحق البديهي للجامعية العمومية اللي نادي الزمالي قلت له ما انا اخشى اللي اخترتهم الجامعية محدش يشده اخشى ما يفهمهاش نادي الزمالي بطريقة اللي احنا عايزينها دي انها مساندة لحق المجلس في المبدأ اه انما في مجلس جاي يمكن ينظر الى انها زرع صعوبة في طريق عمله ده شأنهم لكن شأننا ان احنا نعترض على اللوائح التي تدير هذا الامر ترجمة نانسي قنقر